أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية التي يليها لمتابعة جهود خفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي للجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع حيث أشار إلى التكليف الصادر لمختلف الجهات الرقبية لمتابعة الأسواق بصورة يومية واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها وأكد مدبولي أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي اتحاد الدواجن بهدف الأصول لتخفضات حقية في هذا القطاع وكذا مسؤول قطاع الخضروات والفواكه مؤكدا الاستمرار في جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطة